اشتركوا في القناة ينفس كل الأنديا الإنجليزية التي طلبته لحد الآن ويتعلق الأمر بنادي أنترخت فرانكفورت الذي يتابع خطواته منذ المباراة التي جمعتهم بنادي سانجلواز في دور المؤتمرات الأوروبي هذا الموسم والتي شهدت تألق ابن مدينة جيجل في المباراة وذكرت الصحيفة الألمانية أن مسؤول فرانكفورت يريدونه بدينا للمصر عمر المرموش الذي سيرحل حتما في المركات السيفي مقابل مبلغ كبير وتابع نفس المصدر أن مبلغ تحويل عمر من بلجيكا إلى ألمانيا لن يقل عن 20 مليون يورو بالنظر إلى بروزه في بلجيكا بتسجيله 22 هدفا خلال 40 مباراة في كل المسابقات وبالتالي بنسبة كبيرة قد نرى نجم منتخبنا الوطني إلى جانب زميله في المنتخب فارس شيبي في فريق واحد وهو الذي سيسهل اندماجه في المجموعة وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد